للدرجة دي يقول لك ده يا ربنا كرمني في رمضان عديت صمت رمضان ومت عديت حجيت وثالث يوم من ايام التشريك مت عديت تقولت انا يا ما عد علي رمضان ليه ما عديتش انا كمان يا حسرتي يا حسرتي تقول ده نيامة صمت شعبان تقول ده نيامة تحجيت واعتمرت ومالليه ما فيش واحدة من الحاجات دي عدت معايا يا حسرتي شباها لما تتحس وانزرهم يوم الحسنة انزار هذا نزير انتبه فوق انتبه من غفلتك واتخذ شعبان مطية قل لي لما ييجي رمضان يا عم الله يرحمك اللي عايز رمضان يبدأ من دلوقتي هو الوقت سامح ربنا يكرمه اشتور لنا على كتاب جديد اسمه قلب جديد لمن يريد كتاب بتاعنا نزل الاسبوع ده الحمد لله ثم اكتبت التقوى برضو فيش غيرها كتاب بفضل الله عز وجل للاستعداد لرمضان يعني عشان ما طولت في المقدمة وادخل في المدارج اكتب ده برنامج عملي ومنهج تربوي لرمضان بقول فيه ايه دعني اتساءل لاكتشفك هل ترى ان دروس التذكير بالاستعداد لرمضان صارت مكررة عليك هل صار كلام الوعظ والتذكير لا يؤثر في قلبك هل جمدت عيناك عن البكاء عند سماع القرآن اذا انت تحتاج الى قلب جديد هل اعجبتك المواعظ لكنك تفتقد لحظة الاقتحام والبدء اذا انت تحتاج الى قلب جديد هل تحركت فيك الاشواق ثم قاعدت بك همتك عن الوصول اذا انت تحتاج الى قلب جديد هل نويت ان تدخل برمضان الفردوس الاعلى من الجنة اذا انت تحتاج الى قلب جديد انا ابوك وقد جئتك بهدية قلب جديد هل تقبل هل تقبل هل تقبل هديتي انني وانا ادعوك الى الابحار الى الفردوس تحتاج الى قلب جديد وعزيمة من حديد لذلك لا شك ان ايمانك يحتاج الى تجديد قلب جديد لمن يريد برنامج عملي لاستعداد لرمضان بساكم الله خير نعود مرة اخرى الى معالجة قضية الغفلة من غفل عن المؤاخزة فهو كالدواب بل اضل يتمنى يوم القيامة ان يكون من الدواب قال سبحانه وتعالى ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم ادان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون لذلك تجد هذا الغافل يوم القيامة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لان الانعام ستكون ترابا بعد الحساب بعد ان يختص الله عز وجل من الشاتر القرناء للشاتر الجماء يقول له كونوا ترابا الغفلة الغفلة في هذا الشهر مقدمة للغفلة عن الخاتمة الغفلة عن خاتمة صحيفة هذا العام في شعبان هي مقدمة للغفلة عن خاتمتك في النهاية عن الموت حتام العمر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيج ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت وجاءت كل نفس معها سائق وسهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة سبحان الله حقيقة طول عمري وانا بقى راها ألاقيها طالعة كده لقد كنت في غفلة ما كنتش دريان بدنيا ما كنتش حسس بحاجة كنت نايم في العسل نوم لقد كنت في غفلة واشوفي التوبير ده لما تلاقي بيتألك لقد كنت في غفلة تقول ايه اللي هيغفل عن خاتمة السنة هيغفل عن خاتمة العمش لذلك الغفلة أيها الإخوة عقوبة عقوبة على الغفلة غفلة قال الملك جل جلاله ومن يأش عن ذكر الضحمن نقيض له سيطانا فهو له قرين يا إلهي ومن يأش عن ذكر الرحمن نقيض له سيطان قال يا إلهي هو نائص وهو غافل أصلا ومن يأش عن رحلة يأش عنه